يا الحباب الجلسين عسلامة يا الحباب الجلسين عسلامة وحشكوم عذب قلبي يا الحباب الجلسين عسلامة وحشكوم عذب قلبي في جلستكم نعم الكرامة في جلستكم نعم الكرامة في خاطركم يا ناس الشروق يا حبابي أبرح أصحاب أزهول البنجوم يا محلاق عددكم يا الحباب في الشروق يلو كان يدوموا يدوموا مرحبا بكم الله يسلمكم ونشكركم بزافة الاستضافة والدعوة مرحبا بكم ونتشرف بالدعوة تعقل الله يخليك يؤلف مرحبا بك لدينا في بلاتو برنامج سباح الشروق محمد أمين نحن تعرفنا لك لكن المشاهد يحب يعرف شكون هو محمد أمين قرججة محمد أمين من موليد 17 فبري 1990 بشلف رئيس جمعية ثقافية مسمى عشاق الفن وأستاذ موسيقى بالجمعية ومطلب في أغنية الشاب الله يبارك نحكو على بدايتك محمد أمين في هذا مجال الفن بدايتها كانت في المحد الموسيقى تلاشميق روابي كنت طالب طالب أستاذ اختصاص أستاذ موسيقي وكذلك كانت بدايتي فن في جمعية في الأصيل لنوجه للتحية من هذا المنبر الأستاذ تعيسي بوناجا ونحن نجهل التحية كذلك من هذا المنبر نحكو كذلك على يعني ونعرف أنك رئيس جمعية عشاق الفن يعني نحكو على هذه الجمعية وشكون هي الفئة التي تهتم بها جمعيتكم الجمعية هذه جمعية ثقافية تسميتها بين عشاق الفن كل يعني الأشخاص اللي يهتموا بالفن الحاجة اللي تهتم بالفن والاختصاص يعني نعرف أنه مجال الفن واسع واسع وهو الاختصاص نحن الموسيقى الأندلوسية والشعبية عندنا فئة عندنا فرقة فرقة شعبي اللي يترأسها المتحدث وفيها تلاميذ فيها تلاميذ تابعين للجمعية اللي هما البراعيم اللي يستنى إن شاء الله وبيكن في علمكم بلي هذه الجمعية رأي حديث تنشأ اعتماد التحخرج شعال عندكم وهي تنشط الاعتماد التحخرج يوم التسعاؤت الفين وثمانتعش رغي كيمة جديدة ورن معها بالسياسة بالسياسة وكذلك هذه الجمعية اللي عندها بزاف رأي تنشط هل قامت بنشاطات قامت بزاف بنشاطات في اللي يالي رمضان اللي يالي رمضانية في دار الثقافة وخدمنا مع قطاع الثقافة وقطاع الشباب ورياضة في ويولاي تشلف خدمنا في رمضان خدمنا في صيفية صيفية تنس مدينة اللي متواجدة بيولاي تشلف وخدمنا خدمنا خدمنا في غيري زان خدمنا في لادان يارفوة خدمنا اول صهراء اول نشاط للجمعية بمناسبة الموليد النبو ويشاريف الجمعية مادم كم يقولوا مادم تنشط بالطابع الانداليوسي والشعبي تنشط بال هذا الطابع الانداليوسي والشعبي لدينا اول نشاط بدار الثقافة اللي تشلف نشكره السيد مدير دار الثقافة والسيدة مدير الثقافة يعني قدمو لكم زي مجنة والمرأة اللي فاتت يوم يوم 12 ديسمبر دار الثقافة نظمت ايام اغنية الانداليوسي وكانت الجمعية في البرمجة يعني نعود يعني هذه بالنسبة لأهم النشاطات اللي تقوم بها جمعيتكم جمعية عشاق الفن نعود نجعل كذلك انت فنان بالنسبة للأعمال هل لك أعمال على الصحة الفنية تقصدر فيديو كليب ولا الصهارات ولا الفيديو كليب ما زال ان شاء الله بروشال مو وبالنسبة الالبومات عندك يعني أغاني لك انت كنت في تسجيل الالبوم في الطبع العاصمي وبعد لضروف اللي حبس الالبوم دروك بروشال مو نحوز على الان فيديو كليب وكين لعرس وكين وشو السبب اللي خللك يعني توقف عن انتاج الالبوم متاعك انتاج ظروف شخصية فقط اها يعني وشعال كان رح يعني الاغاني اللي كان رح تضمها هذا الالبوم كان رح تضمن ثمن اغاني من التوراث وإحنا عندنا هذا التوراث توراث جزائري قد نقول أنه محمد أمين يهتم فقط بالاغاني تمثل الهوية الجزائرية أو يعني هذي حجبين أو تهمك كل طبوع لا أنا أنا أعتقد طبعت عن الاختصاص التاعي اه بون في المح درست الموسيقى كلاسيكية والاختصاص التاعي الموسيقى الأندلوسي والشابي هذو هم الطبوع اللي تهتم بهم أكثر وبالنسبة كذلك نعرف أنك توقف الألبام أنت عكما كتك تخمم أنك تعاود أنك تنجو و تقوم بالإصدار انت إن شاء الله هنخمم إن شاء الله من و Happy بإصدار ألبم إن شاء الله و kemahi الخير من الأول ونشاء الله ما توقفش إن شاء الله نتمنى لك توفير وبينسبة للحفالات أو النشاطات اللي قمت بها أنت حفالات غير الجمعية عشاق الفهم غير الجمعية قمنا وشاركنا في مهرجانات وطنية بالنسبة لأغنية شعبي شاركت في الطبعات السابعة والثامنة والتسعة للمهرجان الوطنين لأغنية شعبي شاركت في المهرجان الأغنية الشبابية بمدينة بوفاريك اللي حزتها للمرتبة الثالثة في مدينة بوفاريك وعدة سهارات سواء قطاع الثقافة أو مدينة الشباب والرياضة أو خارج الولاية وتشوف أنه ولاية شلف رح يدعم مثل هذا الشباب يعني في إبراز دايما ما هو هبهم وكذلك يعني في أي مجال يقوموا به هي رأيت دعمك دعم في هذا الشيء وبا ما يخفى لكش باللي في ولاية شلف حدنا مواهب بزاف صح ولا المواهب هذو ولا كش رمى 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 محتاجين مدارس باريزون كي ما احنا يعني نقدر نقوله أنه نقص المرافق هذا المرافق الخاصة بمثل هذا المجال مجال يعني الفن كنت سواء في الغناء أو في التمثيل أو في أي شيء من المجال الفن نقدر نقوله ما نجموش نقوله نقصة نقصة وما نجموش نقوله به للي كايين اللي رأى في الامواتي رأى في النص كايين المدارس كايين المعاهد كايين ديّر دور الشباب اللي راي دور في دور الشباب في قطاع الثقافة إحنا يا ذوق خصصنا هذي الجمعية بالنسبة للفئات اللي تبغي تجتعلم عدنى موسيقى وأنا رأى نحاكم القسم أغرى نحاكم القسم تاع البارعيم حتى 18 سنة وكاين بزاف مواهب عندهم القدرة وإذا المركز انتحكم حتى يعني كل اللي رام يشوفوا فينا الآن وحبين أنهم يتوجه بشي سجلوا عندكم يعني بجمعية عشاق الفان المركز التي تعنا راه دار الشباب الشاهد محمد جليد وسط مدينة جلف كاين بزاف عندهم كما قلتك عندهم قدرات في العزف وفي الغيناء ورام كاينين عدنا في الجمعية ومرحبا بيومي كاين مدرسين في العزف وفي الغيناء وغيرها كاين أستاذ واحد لأنه هو اللي رام يحاكمل القسم تعال بارعام اللي تابع للجمعية وكاين عندنا فن مغنيين في طابع الحوزي سوى ذكر أو إنذ وكاين فقط الشاب إذن كل اللي رام يشوفوا فينا الآن وحبين أنهم يلتحقوا بجمعية عشاق الفان ما عليهم غير يتوجهوا إلى دار الشباب بولاية الشلف ويعني دايما محمد أمين رح يكون في استقبالهم يعني وحنا نتمنى لك دايما محمد أمين التوفيق وإن شاء الله